اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن مملكة البحرين ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها وفقاً للاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقع ومكانة المملكة الاقتصادية جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى شركة أوالي الخليج للصناعات بمنطقة سترة حيث استقبله سيد طلال الزين رئيس مجلس إدارة شركة أوالي الخليج للصناعات وسيد غسان فريوت رئيس تنفيذي لشركة أوالي الخليج للصناعات وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة وأشهد وزير الصناعة والتجارة بدور مؤسسات القطاع الخاص وجهود شركة أوالي الخليج للصناعات في دعم وتنمية القطاع الصناعي بالمملكة واستقطاب المزيد من الكوادر الوطنية للانخراط فيه بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة لفتان إلى استعداد الوزارة الدائم لتقديم كل الدعم والمساندة لتعزيز عمل الشركات وتطويرها بما يصب في صالح الوطن والمواطنين